نسبة الإصابة بفيروس كورونا مخاوف وتساؤلات كثيرة تشغل بال المواطنين لابد عبد أن ننزع الستار عليها أكيد لابد أيضا كما قلت كريمة نصحي عديد المفاهيم الغالطة والخاطئة لدى المشاهدين نعم باش نحكو كثر في هذا الموضوع نستضيفه معنا أمين خدري صباح الخير ومرحبا بك معنا صباح الخير أخي كريمة صباح الخير أخي عبد شكرا على الدعوة صباح الخير مشاهدين الكرام صحاعدكم شكرا لك أمين أمين الكثير من المخاوف أصبحت تتصاعد داخل البلاد خصوصا مع ارتفاع كما قالت كريمة عدد المصابين بفيروس كورونا فهل يمكن أو سؤال الذي يطرح نفسه هل يمكن أن يصاب المتعافين بكورونا مرة أخرى وفي هذه الأيام خصوصا وأنه فصل الصيف يعني توقع ربما فيه تلك كما نقوله حتى الزوكام يتصاعد في فصل الصيف نعم كين الزوكام لي يتصاعد وكين ثاني التهاب الأمعاء اللي يراه بزاف منتشر في الفترة على الصيف بالنسبة لإذا ممكن يتصاب المتعافة من فيروس كورونا بالطبع لأنه مع المتحور الجديد اللي هو المتحور الجديد اللي هو السوفيان تاع أميكرون اللي هو أربعة سنك الأعراض نتاعو سين هي نفسها كالأميكرون والمناعة والمناعة والزي جي جي يكونوا هابطين دونك يقدر يعود يتصاب مرة أخرى نعم يعني أمين لو تطينا لمحة حول هذا المتحور الجديد المتحور الجديد هو نفسه كالأميكرون اللي هو بي ع دو هذا المتحور الجديد هو بي ع سنك الأعراض نتاعو تكون نفسها هي الحمى لألم البطن بزاف يقيس الجهاز الهضمي لأشخاص اللي نشوف عندهم الأعراض بزاف هما الجهاز الهضمي لتكون عندهم إسهال والتقيق ثاني المدة تاع المرض تاع الأميكرون تاع بي ع سين كل الأعراض نتاعو المدة تحها طويلة هي سبع أيام بغاطور للأميكرون اللي هي خمس أيام أربع أيام خمس أيام نعم وحتى يعني كريمة فيه الكثير من المواطنين يعني ربما أخذوا التلقيح وخايفين أنه يتعرضوا مرة أخرى لهذا المتحور التلقيح يساعد الجهاز المناعي بش يحارب الفيروس مش معنى هكي يدير التلقيح مع رك شرحت مرض بالفيروس يعني الكوفيد مع أنه كاي الناس اللي داروا التلقيح وهما مراد بالكوفيد في نفس الوقت والمنعات تحهم راح تكون عندها يعني يفرسي الجهاز المناعي تحهم سواء يحارب الفيروس والثاني يديروا التلقيح راح يكون فيروس يعني معالج راح تكون فيه عارض على هذهك ما نصحش الناس يديروا التلقيح في الفترة تاع المرض دون كيز من السنة ومدة معينة يعني هي عشر يام من بعدها يديروا تحليل من أفضل لأبي سياك بسبب التلقيح لم يرى فاعل بسبب مش فعال دفو مش فعال كان دفو نيغاتيف يعني كان أشخاص اللي مراد بالكوفيد بالصحف التحالي اللي خرج لهم سيلي هذه هي طيب من التلقيح نروحه إلى الأسباب فريك أمين من الأسباب الرئيسية لخلات نسبة الإصابة بالفيروس كورونا عفوا ترتفع مفاجأة الأسباب هي أنه جزنا على الفترات العيد الناس ما راهيش تاخد الاحتياطات انتحها كما من قبل معناش نشوفه الإجاز دوبايا ما كانش اللي يستعملوا الإجاز نحو الأغلبية نحاول كمامات وهذا هو الشيء اللي زاد كتر من الفيروس مش معناها أنه تخلصنا ولا نقص نسبة الوباء لنتفادى ولا نتجنبوه للاحتياطات انتعنا لكن أمين هنا ما الحل كيف ممكن خلال هذه الفترة أن نقي أنفسنا خصوصا وأنه الإنسان ربما خلال الفصل الصيف يتعرض لضربات الشمس نسبة المصابين بالزوكام تزداد كيف ممكن؟ والتسممات الغذائية؟ والتسمم الغذائي نشوفه بالأعراض متشابهة بالنسبة للتسمم الغذائي انتفاق اللوزعتين ثاني كما قلت الزوكام في الصيف كين ثاني الأشخاص اللي ضربات الشمسي اللي هي اللي بيخ تغمي يعني كبالعامية ضربتني سخانة ثاني يكونوا في حعارات كالدوخة الفشلة الارتفاع درجة الحرارة ثاني أنا وش نصحهم كي يكونوا عندهم اسمح لي باش نجاوبك على السؤال يعني كيف ممكن نقي أنفسنا نقي أنفسنا لذلك الحاجة اللي يجب أن نقي أنفسنا به هذا ركب في الفترات على الصيف من الأفضل نتفادي ونشربوا الحاجة باردة يعني المال بارد ثاني يجب الشخص اللي يكونوا معاه إذا شفناها يعطاس أو عنده أعراض شكينا فيه عنده أعراض كوفيد نديروا تباعد نعاود ونوديو ثاني الكمامات كي نروحوا لإزان دوافهم يعني الأماكن المغلقة لاحظت بكونا نعمل في الصيدالية كصيدالاني لذلك نشوف بللي الناس راهم يجوا بلا الكمامات ثاني في المستشفى الأغلبية راهم يروحوا بلا الكمامات أيام الأفضل لكي نروحوا لهاد الأماكن اللي لبسوا البابات مام إذا ما كانش كايين الوباء تالكوفيد كايين ضد فيروس اللي يقدروا يطروا على الجسم دانا حتى نسبة اقتناء الكمامات ربما قلت من هو الأقل خطورة؟ الجديد هو أقل خطورة مام الأوميكرون هو أقل خطورة برك بالنسبة الجديد يعني الفترة العدوى يعني الفترة الانتشار تكون سريعة في الجسم دانا المدة تحت طويل ستة يام بالنسبة لأوميكرون هي ثلاثة يام حتى أربع يام أقل خطورة ما نرى نخوفوا في الناس ما نقول لهم باللي يخدو الحذر انتهى أكيد والحمد لله أنه أقل خطورة من ربما من المتحور السابق وحتى من المتحورات السابقة كلها أكيد وحتى البداية اللي كانت طبعا بكوفيد 19 أو كورونا وأين أرهبت كل الجزائريين والعالم طبعا أمين الكثير من الناس خلال ربما المحنة اللي مرت علينا كانوا ربما مصابين لكن لا يذهبون إلى الطبيب أو حتى إلى المستشفيات فقط يقتنيوا ربما مضادات حيوية ويبقوا داخل البيت فهل تشوف هذا خطر ربما في هذه المرحلة؟ هذا الشيء يسبب خطر لأنه كما قلت بلي جزن على متحورات عديدة من قبل الناس اللي الجسم تناولوا المضادات الحيوية بزرق راح تكون عندنا تكون عندنا بكتيريا تكون عندنا تكون عندنا تشرب بدواء لا تكون استجابة لها الكائن الناس تاني اللي في بالهم مرضوا بالكوفيد يستعملوا نفس البروتوكول نفس الدواء نفس الموضاد الحيوي وهذا الشيء خطأ لأنه يقدر يكون هذا الالتهاب يكون فيروسي ومشي بكتيري من الأفضل يتشوف مع الطبيب في 48 ساعة يعسوا الحرارة انتحهم مدة 48 ساعة من بعدها إذا ما كانتش تحسن هنا يجب يشوفوا مع الطبيب المعالج هو يمدلهم الدواء اللازم نعم طيب نروحوا إلى فئة الأطفال هل الأطفال يقيسهم هذا المتحور الجديد؟ للأسف نعم الأطفال يقيسهم متحور الجديد نعم بالنسبة للأطفال يعني الأغلبية تحهم ما تقاسوش بالمتحور الجديد تقاسو بالالتهاب الآغاستخوان تيريت يعني التهاب الأمعاء وهذا من من تسمم الغدائي لسراء بكثرة الناس اللي تستعمل لما تخسلش الفواكه انتحا يعني عندوش علاقة بالمتحور الجديد؟ ما عندوش علاقة يعني الأغلبية ما عندوش علاقة لكن يصر خلط وثاني باش نبه ثاني كاين بعض الأشخاص اللي عندهم متحور دلتا يعني اللي تقسنا به العملية يعني ما زالهم بهاته متحورة يعني مستحرة وأكيد يعني كنت قلت عن التسممات الغذائية وهي يعني اللي تنتشر بكثرة خلال فصل الصيف لو نحكو عليها قليلا تسمم الغذائي وبالأخص ثاني مع الفتر مع العيد هذا يعني ما عندوش بزاف مع اللحوم الناس اللي ما يطيبوش بزاف اللحوم ضنك اللاكويسون تكون مشي طيبة بيان يعني البكتيريا اللي هي السلمونال ضنك ما رحش يقتلوها لعدي كنصحهم يطيبو بيان اللحوم تحوم مام البيض ثاني يطيبوه بيان ضنك كاين ناس تاني اللي ما يخصلوش الفواكه للأسف كين رحوث كين رحوث لأخر المحلات كين شوفوا الناس يرفضوا فاكه يتناولوها بلا ما يخصلوها مباشرة وهذا الشي اللي سبب بزاف تسممات الغذائية نعم طيب أمين في الأخير توجهات للمشاهدين تقدمها لهم بالنسبة للمشاهدين صحهم بيعودوا يوليوا يعني الاحتياطات انتحهم لجزد ضايا يخصلوه يديهم بليح واذا ما متوفرش الماء يستعملوا المعاقم يلبسو ثاني الأبافات يطلعو فليبيوس المترو والأماكن العمومية والمغلاقة ثاني يتفادوا تجمعات فهذه الفترة على بالي صح كرهنا من الوباء من الله غالب يجب أخذ الاحتياطات وثاني في الفترة على الصيف كما قال أخ عبود بالنسبة للأكل يجب يخليوا في درجة حرارة معينة ثاني يخصلوا الأكل تحهم مليح يطيبوا الأكل تحهم ثاني بالأخص اللحوم الأسماك يطيبوها مليح وإن شاء الله رب يرفع لنا هذا الوباء وثاني يتحلوا في صحتهم بالأخص صحة على الأسراتهم إن شاء الله يا رب أمين شكرا لك أنك كنت ضيفنا خلال هذا الصباح شكرا لك شكرا لك